صدر تقرير جديد عن المقرر الخاص للأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيرتريا ويقول فيه أن الخدمات العسكرية الغير محددة في إيرتريا هي السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في الدولة وذكر المقرر أيضا أن الحكومة الإيرتريا تستمر في قمع الحريات الأساسية والحقوق المدنية وكذلك السياسية للمواطنين ووضح التقرير أن الشمولية في إيرتريا أجبرت أكثر من نصف مليون من الإيرتريين إلى سعى اللجوء في أجزاء مختلفة من العالم وكما أضاف أيضا أن كمية كبيرة من المواطنين فقدوا حياتهم أثناء عبور الحدود والمحيطات وكما وضح التقرير أيضا أن الحرب التي شنت على تقراي أثرت على وضع حقوق الإنسان الداخلية في إيرتريا وأن دولة إيرتريا لم تظهر أي تطور بشأن العدالة وتفوق سيادة القانون وكما أشار التقرير أيضا أن الجنود الإيرتريين قد ارتكبوا فضائع مروعة وبما في ذلك الاعتداءات الجنسية الجماعية ومذابح أثناء غزوهم للتقراء بالتحالف مع القوات والميليشيات الإثيوبية وكما أبرز المقرر التحديات المستمرة في حماية ابناء إيرتريا اللاجئين في إثيوبيا وأيضا أظهر أن عدد اللاجئين الإيرتريين في إثيوبيا خفض بشكل كبير من 96 ألف إلى 24 ألف وسبعمية وخمسة ثمانون شهر مارس في عام 2022 وقال المقرر أن الجنود الإيرتريين نفذوا جرائم متعددة على اللاجئين الإيرتريين في إثيوبيا ويشمل عمليات القتل والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي بالإضافة إلى أخذهم إجباريا إلى إيرتريا كجزء من الانتقام ويختتم تقرير المقرر الخاص توصية إلى الحكومة الإيرتريا لشرح عن مكان وجود اللاجئين المفقودين وطلبوا الإفراج عن جميع المواطنين المحتجزين بشكل تعسفي وعلى الفور